السلام عليكم ازايك هادا كاترة رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال وصلنا المرة اللي فاتت لغاية الميوزس بس تعالوا نراجع كده تاني على خطوات الميتوزس قبل ما نبدأ في الميوزس كنا قلنا خطوات الميتوزس اول خطوة اسمها برو فيس صح قلنا برو فيس تاني خطوة اسمها ميتافيز تالت خطوة اسمها انا فيز رابع خطوة اسمها تيلو فيز برو فيز ميتافيز انا فيز تيلو فيز تعالوا نرسمهم تاني كده ولو ما رسمتهمش في الحصة الاولى ارسمهم وراي تاني او رجحهم وراي بص يا زيدي اول حاجة عندنا البرو فيز البرو فيز ايه اللي بيحصل في البرو فيز اول مرحلة اها اسمها برو فيز هل انا محتاج الجولجي اباريتوس لأ هل انا محتاج الاندو بلازمي كريتيكولوم لأ هل انا محتاج السايتو سكيلوتون بتاع الخلية لأ ده انا عايز اكسره كله عايز افككه كله يبقى انا في حاجات لازم تختفي الاندو بلازميك والجولجي والسايتو سكيلوتون والكما الى شي ام مل انا محتاج الان انا محتاج عندي السنتريول محتاج عندي مين هنا كتري السنتريول اللي هو البرو آف سنتريول اللي هو هنا في واون بيرو في سنتريول وهنا في واون بيرو في symptoms زي ما احنا قلنا ان فيه دا soublication للسنتريول ماشى عندي في النص هنا النيوكلياس طبعا اللي فيها كان 46D كروموزو 46D كروموزو طيب اللي بيحصل من السنتريول ده للسنتريول ده بيبقى عندي حاجة اسمها Continuous Microtubules يعني ايه Continuous Microtubules يعني Mitotic spindle من السنتريول ده للسنتريول ده حل؟ والكروموزومات موجودة في النص في النواية جميل؟ يبقى السنتريول ده والسنتريول ده بيشتغلوا حاجة اسمها Microtubule Organizing Center Microtubule Organizing Center حال طب بعد كده اللي بيحصل الخلية بتطول جميل والسنتريول عمل لي اسبندل بتبقى اكسنتريك بتبقى على الطرف والنواية جواها الكروموزومات وفي المرحلة اللي بعد كده بتبدأ ايه بتبدأ تتكسر النواية النيوكلر منبرين بيتكسر والنيوكليولاس بتتكسر وبيطلع الدي كروموزوم اللي هما كان 46 دي كروموزوم وال46 دي كروموزوم يعوموا بقى فين؟ الانتر تيوبيولر سبيس المسافات دي دا كاترة اللي ما بين المايكرو تيوبيول بنسميها انتر تيوبيولر سبيس حال وكل ما ندخل في السيل دي فيجن يعني كل خطوة والتانية الكروموزوم بيقصر ويدخن وكنا قلنا كلمة يقصر ويدخن يعني ايه دا كاترة يعني CONDEN-SATION اسمها ايه CONDEN-SATION يبقى انا عندي دلوقتي اول مرحلة اسمها بروفيز مش محتاج اندوبلازميك مش محتاج جولجي مش محتاج سايتوسكيلوتر مش محتاج وان بيرو في سنتريول يمين وان بيرو في سنتريول الشمال والتنين بيتصل ببعض بحاجة اسمها مايتوتيك اسبندل اسمها ايه مايتوتيك اسبندل مايتوتيك اسبندل بعد كده النيوكلس بتتكسر والنيوكلولس بتتكسر ويطلع دي كروموزوم ويمشي جوه ما بين التيوبيولز والكروموزوم يأثر ويدخل يدخل في حاجة اسمها كندنسيشن ماشي في نهاية البروفيز بيتكون هنا عندي حاجة اسمها كاينيتو كور بيتكون ايه دا كاترة كاينيتو كور كاينيتو كور دي بتبان في الحتة دي في منطقة السنترومير اللي هي في نص الكروموزوم دي كده اول حاجة اللي هي البروفيز اول ما يباني الكاينيتو كور ندخل في المرحلة اللي بعدها اللي اسمها ميتافيز طب مرحلة الميتافيز اللي بيحصل ان انا عندي الكروموزومز بتبدأ تترصص في النص اللي هم 46 دي كروموزوم بيترصصوا فينا دا كاترة بيترصصوا في النص ماشي وعندي هنا السنتريول وان بيروف سنتريول وهنا وان بيروف سنتريول اللي بيحصل بقى ان انا عندي الميتو تكيز بندل بتتكون ما بين السنتريول والكروموزوم والنحية التانية نفس الكلام من الكروموزوم للسنتريول اهو اللي كانوا هنا من السنتريول للسنتريول اسمهم كونتينيوس مايكروتيوبيولز اللي هنا من السنتريول للكروموزوم اسمهم ايبقى كوروموزوم المايكروتيوبيولز يبقى انا عندي هنا كونتينيوس مايكروتيوبيولز دا النوع الاولاني وعندي هنا كروموزوم المايكروتيوبيولز وكل ما ندخل في السل ديفيجن الكروموزوم بيحصله ايه بيقصر ويدخن في مرحلة الميتافيز دي بقى بيدخل في الهاي لفل اف كوندنسيشن يعني اكتر مرحلة بيقصر ويدخن فيها هي الميتافيز لذلك لو عملنا الرست او وقفنا المرحلة لغاية المرحلة دي هنعرف ندرس الكروموزوم في هذه المرحلة يبقى الفيز دي ممكن نعمل فيها الرست يعني نوقفها وندرس مرحلة الكروموزوم فيه ندرس شكله ندرس الوظائف بتاعته ندرس الستركشر بتاعه التكوين بتاعه التركيب بتاعه وهكذا يبقى انا دلوقت المرحلة دي مهمة جدا في حاجة اسمها كاريوطايبينج ودي محاضرة لوحدة اسمها ايه كاريوطايبينج يبقى ما هي المرحلة اللي بندرس فيها الكروموزوم بالتفصيل هي مرحلة الميتافيز هي مرحلة الميتافيز حال؟ يبقى لو جاء قالك النيوكلس بتتكسر فين؟ في البروفيز الاكسنتريك سبندل بتتكون فين؟ في البروفيز الكنتينواس مايكروتيوبيول بتتكون فين؟ في البروفيز طيب الكروموزومز بتبقى موجودة اتسيل اكويتور في النص فين؟ في الميتافيز طب امتى يحصل هاي لفلوف كوندنسيشن؟ يعني اكتر مرحلة بيحصل فيها قصر وتخن للكروموزوم في الميتافيز المرحلة اللي انا بدرس فيها الكروموزوم في الميتافيز حال؟ بعد كده ندخل في المرحلة اللي بعد كده اللي هي الانافيز الانافيز وايه الانافيز بقى؟ ان يبدأ السنتريول هنا يشد نص عدد الكروموزومات والسنتريول هنا يشد النص التاني يبقى نص الكروموزومات هيروحوا يمين؟ 46S والنص التاني 46S يروح شمال يعني هيحصل ايه؟ سيباريشن هيحصل سبليتنج انقسام وانفصال ال46D كروموزوم اللي هم عبارت عن 92S 46S هيروحوا يمين؟ و46S هيروحوا شمال ودي مرحلة مين؟ الانافيز دي مرحلة مين يا ده كترة؟ الانافيز يبقى المرحلة التي ينقسم فيها ال46D كروموزوم ل46S يمين و46S شمال دي اسمها الانافيز جميل بعد كده ندخل في المرحلة الأخيرة اللي هي التيلوفيز اسمها ايه ده كترة؟ التيلوفيز بروفيز متافيز انافيز تيلوفيز اللي بيحصل بقى في التيلوفيز بتيجي الخلية من النص كده تلاقيها بدأت تديق كده بدأ يحصل لها ايه؟ حتى تعمل زي نفق كده النفق اللي بيحصل في منتصف الخلية ده عشان الخلية تتعاصر ويتنقسم السيتو بلازم الى نصين بدأ دخلنا في السيتو بلازم يبقى دي مرحلة اسمها سايتو كاينيسز اسمها ايه ده كترة؟ سايتو كاينيسز يبقى كلمة سايتو كاينيسز هي مرحلة انقسام السايتو بلازم بتاع الخلية وهنا كان فيه السنتريول وكان فيه الستة واربعين السبتوعه وهنا السنتريول وفيه الستة واربعين السبتوعه جميل؟ يبقى انا عندي الخلية دي هتحب تنقسم لوحدها ودي هتحب تنقسم لوحدها ماشي، ايه اللي هيحصل بقى؟ يبدأ فيه هنا هو زي خيوط كده عارفين فاكرين الاكتين؟ الاكتين يقوم جاي في النص كده يعمل حاجة اسمها كونتراكتايل رينج يعني يعمل زي حلقة في النص كده يعصر منها الخلية وكل شوية الخلية الحتة اللي في النص دي تبدأ تديق لغاية ما تبدأ ايه تنفصل النفق اللي بيحصل في النص عشان الخلية تنقسم كنا سمنا ايه دا كاترة؟ كليفتج فارو كنا سمناه كليفتج فارو يبقى الكليفتج فارو هو النفق اللي بيحصل في منتصف الخلية عشان الخلية تعرف تنقسم عشان تعرف تنفصل كده الخلية انفصلت يمين وشمال كل خلية فيها 46S تبدأ النوابقة ترجع تتكون من جديد ويبدأ النوكليولاس تتكون من جديد وتحوط الكروموزومات بتاعتها وتنفصل الخليتين كل خلية 46S كروموزوم 46S كروموزوم يبقى النتريزلت بتاعة الميتوزس ان انا عندي 46S كروموزوم خليتين شبه بعض بالزبط يبقى انا عندي بروفيز اول حاجة بيتكسر الاندوبلازميك والجولجي وتفكيك السايتوسكيلوتون والاندوبلازميك والجولجي مش محتاجهم بعد كده الميتوتيكس بندل اللي احنا قلنا عليها اسمها ايه Continuous Microtubules مهمة جدا Continuous Microtubules النوع التاني اللي في المرحلة التانية اسمه ايه كروموزومة الميكروتيوبيول يبقى انا عندي اتنين وبيجوا في الامسكيو كتير جدا الاندوبلازميكروتيوبيول في البروفيز الكروموزومة الميكروتيوبيول في الميتافيز حال السنتريول بيشتغل ايه Microtubule Organizing Center ماشي الاسبندل بتبقى على الطرف بنسميها اكسنتريك والخلية بتطول شوية gradual elongation بعد كده بيتكسر النيوكلس النيوكلر منبرين وتتكسر النيوكلولاي بريكس او ديسنتجريت الاثنين بنفس المعنى كلمة بريك يعني تتكسر ديسنتجريت يعني تتكسر او تتفتت وبعد كده الاسبندل تبقى في السنتر بقى تبقى مالية كل ايه كل الخلية حال ودي كروموزوم في الانتر تيوبيولار سبيس ماشي اهم سطر عند السطر الاخير ده ان هي تبدأ تبقى مور كوندنسد تأثر وتدخن ويتكون لحاجة مهمة جدا اسمها كاينيتو كور يبقى اخر حاجة بتحصل في البروفيز هي الابيرانس of kaineto core اللي كان بيظهر فين بقى ده كاترة اللي كان بيظهر في المنتصف هنا هوا اسمه كاينيتو كور جاء قبل كده سؤال قالك الابيرانس of kaineto core ده بيبقى بيحصل فين في الات بروفيز اخر حاجة في البروفيز جميل بعديه بتدخل في الميتا ايه في الميتا فيز تعالى في الميتا فيز اللي بيحصل بيتكون كروموزومة المايكروتيوبيول کروموزوم المايكروتيوبيول هيتكون هيتكون من esenterيول للكروموزوم دي اسمها drug اللهم 46 كل واحد يترصص فى النص ورخوه فى المنتصف أو فى المركز فى الكتر بالخلية والخلية الكروموزومات اعلى من القصر والتخل في مرحلة الميكافيز فبالتالي توقف عند المرحلة دي ممكن تقدر تدرس عندها الكروموزومات وكلمة دراسة الكروموزومات اسمها كاريو تايبنج عملية دراسة الكروموزومات اسمها كاريو تايبنج وقم نعود للانافيذ حل؟ هيتشد بالمايكرو تيوبيول هنا وتشد بالمايكرو تيوبيول هنا عشان كما سمناها انا فيز الانفصال نصهم هيروح يمين ونصهم هيروح شمال اخر مرحلة التيلوفيز اللي هي بقى انقسام السيتو بلازم انقسام السيتو بلازم حل؟ بيتكون لي حاجة اسمها ايه؟ اللي هي الكنتراكتايل رنج مين اللي بيكونها؟ اكتب فوقيها الاكتين مين اللي بيكونها الاكتين؟ وتعد ديب 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 لغاية ما تنفصل طيب الديب ده او الحتة النفق اللي بيحصل في النص ده اسمه ايه؟ اسمه كليفتج فهم وبعد كده تنفصل تديني خليتين منفصلتين وبعد كده النواه والنيكرويولاس يبدأوا يظهروا من جديد وهكذا السيكل بتاعة السيل ديفيجن بتاعة الميتوزس يبقى الميتوزس هيدديني خليتين فيهم كل خلية ستة واربعين اس كروموزوم تعالى بقى على الانقسام التاني اللي اسمه الميوزس يبقى احنا خدنا الانقسام الاولاني اللي بيحصل بعد الانترفيز اسمه ميتوزس النوع التاني من الانقسامة ده كاترة اسمه ميوزس الفرق ما بينهم؟ الميتوزس بيحصل في السوماتيكسلز وبيديني خليتين كل خلية فيها ستة واربعين اس كروموزوم طيب تعالى بقى على الميوزس تعالى على الميوزس اللي بيحصل بقى في الميوزس بص يا سيدي الانقسام الميوزي اي خلية عشان تقدر تدخل السيل ديفيجن لازم يبقى فيها كام؟ اه 46 دي كروموزوم 46 دي كروموزوم حamous الانقسام الميوزي ال46 دي كروموزوم اول حاجة هتنقسم الى 23 دي كروموزوم و23 دي كروموزوم يبقى ال46 دي هتنقسم الى 23 دي و23 دي وبعد كده التلاتة وعشرين دي كل واحدة منهم هتنقسم الى تلاتة وعشرين اس تلاتة وعشرين اس نفس الكلام تلاتة وعشرين اس تلاتة وعشرين اس معنى ذلك ان الانقسام الميوزي بيمر بمرحلتين اول مرحلة اللي اسمها الفيرست مايوتك ديفيجن تاني مرحلة اللي هي من تلاتة وعشرين دي الى تلاتة وعشرين اس اسمها ساكند مايوتك ديفيجن يبقى انا عندي انقسامين في الميوزيز تفتكر الميتوزيز كان كام الميتوزيز ستة وعربيعين دي ستة وعربيعين اس ستة وعربيعين اس ده الميتوزيز يعني كان بيمر بخطوة واحدة ويديني خليتين كل خلية فيها ستة وعربيعين اس اما في الميوزيز لا ده بيمر بمرحلتين فيرست مايوتك ديفيجن وساكند مايوتك ديفيجن والنت ريزلت اللي في النهاية 23 اس تلاتة وعشرين اس تلاتة وعشرين اس وثلاتة وعشرين اس يبقى انا عندي الميوزيز هو نوع من انواع السيل ديفيجن اللي بيحصل فيه ايه بقى هو نوع من انواع السيل ديفيجن اللي بيتكون فيه اربع خلايا كل خلية فيها 23 اس كروموزوم ده الخلية الأساسية فيها 46 اس دي فيها 23 اس معنى ذلك ان 23 اس دول هي الهاف نمبر اوف كروموزوم او بنسميها كلمة هتقضيها في الجينيتيكس كتير اسمها هابلويد هابلويد وديبلويد لو 46 هيبقى اسمها ديبلويد لو 23 اس هيبقى اسمها هابلويد هابلويد هاب يعني هاف هاف يعني نص يبقى الناتج بتاع الميوزس في النهاية خالص بعد الساكن دي مايوتيك ديفيجن اربع خلايا كل خلية فيها 23 اس كروموزوم حال يبقى انا عندي فارست مايوتيك ديفيجن وساكن دي مايوتيك ديفيجن طيب ايه اللي هناخده في الميوزس هناخد الفارست مايوتيك ديفيجن طب الساكند يا دكتور الساكند خطواته نفس الميوتيك ديفيجن اما الفارست مايوتيك ديفيجن الكروموزومات فيها بتبقى ملعبك شوية مختلفة شوية هنقولها دلوقتي بالتفصيل يبقى احنا هنهتم بمين هنهتم بالفارست مايوتيك ديفيجن وده اللي بييجي في الامتحان على طول اما الساكند مايوتيك ديفيجن زيه زي الميتوزس اللي احنا لسه واخدين طب يا دكتور انا عندي اتنين ديفيجن فارست مايوتيك ديفيجن ثم ساكند مايوتيك ديفيجن حضرتك قلتلنا المرة اللي فاتت ان ما بين كل ديفيجن وديفيجن المفروض يبقى فيه انترفيز لا هنا بقى لو فيه حتى مرحلة راحة شوية ما بين الفارست والساكند مايوتيك ديفيجن إلا أنه No S Stage يعني ما بيحصلش دابليكيشن لعدد الكرومزومات ما بين الفيرست مايوتك ديفيجن والساكن ديميوتك ديفيجن جميل؟ أمال الانترفيز دي بتحصل فين؟ الانترفيز والدابليكيشن بيحصل ما بين ديفيجن كامل لوحده وديفيجن تاني لوحده بيحصل انترفيز بقى اللي هي الجي وان والS Stage والجي تو ودي نبي سغيرة كده يبقى بين تو مايوتك ديفيجن No S Stage No A No S Stage طيب تعال بقى معايا نشوف الفيرست مايوتك ديفيجن ايه اللي بيحصل فيه الفيرست مايوتك ديفيجن ايه الخطوات بتاعته ويركز بقى معايا كويس جدا الفيرست مايوتك ديفيجن احنا هنتكلم على الكرومزومات فقط يبقى الفيرست مايوتك ديفيجن احنا هنوصف في الفيرست مايوتك ديفيجن هنتكلم على الكروموزومات ماشي اول حاجة اول حاجة عندي مرحلة اسمها لبتوتين فيز اسمها ايه داكاترة لبتوتين فيز لبتوتين فيز واحدة واحدة كده هناخدهم مرحلة مرحلة عشان ما تطلخبطش لبتوتين فيز بيننا وبين بعض ممكن اقلش قلشة صغيرة انا من الدكاترة اللي مش بحب اقلش بصراحة فكلمة لبتوتين تفكرك بليبتون صح لبتون شاي لبتون فتلة ففتلة الليبتون دي او الشاي الليبتون ده الفتلة هو وصف الكروموزوم فيها وصف الكروموزوم فيها بيبقى فعلا عامل زي الفتلة وكلمة لبتو لبتو باللاتيني يعني بسيط سيمبل سيمبل ورفيع بسيط سيمبل ورفيع حلو يبقى وصف الكروموزوم في مرحلة الليبتوتين اللي هي اول مرحلة من مراحل الفيرست مايوتك ديفيجن اول مرحلة اسمها الليبتوتين فيز ان الكروموزومات اللي موجودة جوه النواة اللي هم كان 46 دي كروموزوم بيبقوا طوال بيبقوا لونج حبال رفيع او حبل رفيع او خيوط رفيع يبقى كلمة لبتوتين تفكرك بالفتلة الرفيع الفتلة دي اللي هي خيوط خيوط رفيع حلو يبقى اول مرحلة من مراحل الفيرست مايوتك ديفيجن اسمها ليبتوتين فيز والليبتوتين فيز عبارة عن ايه؟ ان الدي كروموزوم قبير اس سن سريتس سريتس يعني فتلة رفيع او حبل رفيع وسن يعني رفيع يبقى الكروموزومات بتبقى بدقة رفيع بتبقى بدقة ايه؟ رفيع يبقى اول مرحلة اسمها ليبتوتين فيز جميل طيب تعال على تاني مرحلة يبقى اول مرحلة اسمها يا ده كاترة ليبتوتين فيز حلو تاني مرحلة اسمها زايجو زايجو تين فيز زايجو تين فيز يبقى اول مرحلة اسمها ليبتوتين تاني مرحلة ليبتو 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 يعني رفيع خيوط رفيع احسن يجيلك في الامس يقول لك ايه ما هي المرحلة اللي في الفيرستي ميوتك ديفيجن ادي كروموزوم بتبان كخيوتروفايعة لبتوتين ولا زايجوتين ولا باكتين ولا دبلوتين ولا ايه بالزبط هتقول له لبتوتين طب الزايجوتين في الزايجو زايجو يعني ايه زايجو يعني حكتين جنب بعض لازقين في بعض انا عندي الخلية صح ودي النواة بتاعت ودي مين ودي النواة بتاعت النواة فيها كم كروموزوم 46 دي كروموزوم قال لك يا سيدي ال46 دي كروموزوم دول كل اتنين ادي واحد دي اهو وادي واحد تاني دي اهو حال كل اتنين جنب بعض كده يقوموا لازقين في بعض اهو اهو الله يعني دي كروموزوم مسك مع دي كروموزوم دي كروموزوم مسك مع دي كروموزوم هم كم دي هم 46 دي كروموزوم دهو الشكل ده ده كاترة اسمه دي كروموزوم عندي كم واحد منه 46 طب كل واحد من دول مسك مع واحد هايبقوا دي بقى ولا رباعي؟ هيبقوا رباعي يعني هيبقوا أربع عصيان جنب بعض أربع فاتلات جنب بعض صح؟ الأرباع اللي جنب بعض دول اسمهم بايفيلانت اسمهم ايه ده كاترة؟ بايفيلانت هيبقى عندي كام بايفيلانت؟ هيبقى عندي تلاتة وعشرين بايفيلانت يعني ايه تلاتة وعشرين بايفيلانت؟ يعني كل دي كروموزوم مسك مع خود دي كروموزوم دي مسك مع دي ستة وعربعين دي فكل دي مسك مع دي هيبقى عندي 23 بايفيلانت سوف نقررهم 23 مرة سيكون عند 46D كروموزوم يبقى كلمة زيجوتين ان 46D سيكون عبارة عن 23 باي فيلنت هذا الكروموزوم الدي سيمسك مع الكروموزوم الدي بشكل او بنوع من انواع المركبات المعقدة نسميه ساينابتو نيمال كومبليكس اسمه ايه ده كاترة؟ ساينابتو نيمال كومبليكس ساينابتو نيمال كومبليكس يبقى هما مسكين مع بعض بحاجة اسمها ساينابتو نيمال كومبليكس يبقى الزايجوتين فيز زايجو زايجو يعني سناء كل دي هيمسك مع دين لو تلغبطت مثلا ابسطها لك بص يا سيدي لو انا عندي 10D كروموزوم عشرة هم حل؟ كل واحد منهم اسمه دي 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 عشرة دي كروموزوم قلتلك الدي ده مسك مع الدي ده والدي ده مسك مع الدي ده وده مسك مع ده وده مسك مع ده كل سبعين مع بعض اسمهم باي فيلنت كل سبعين مع بعض اسمهم باي فيلنت يبقى انا عندي كام باي فيلنت هيبقى عندي خمسة باي فيلنت يبقى انا عندي عشرة دي اهم العشرة دي دول كل دي مسك مع التاني كل دي مسك مع التاني بالساينابتو نيمال كومبليكس هيبقى عندي كام باي فيلنت اللي هما الخمسة اللقصات اللي هما مسكين في بعض دول طب انا عندي ستة واربعين دي هيبقى عندي تلاتة وعشرين باي فيلنت سهل الكلام؟ يبقى الزايجوتين فيز الستة واربعين دي هيعملوه لتلاتة وعشرين باي فيلد مسكب مع بعض بحاجة اسمها ساينابتونيمال كومبلكس يبقى أخذنا كم خطوة؟ اتنين لبتوتين فيز وزايجوتين فيز يبقى الزايجوتين فيز هومولوجس دي كروموزوم كلمة هومولوجس يعني زي بعض الصابع اللي زي التاني الكبير مع الكبير التاني مع التاني الميدل مع الميدل كل واحد شبه التاني مسك مع التاني هومولوجس دي كروموزوم بيرد عملوا بير عملوا زوج مع بعض بحاجة اسمها ساينابتونيمال كومبلكس ده اللي بيربط ما بينهم عملوا لي حاجة اسمها ايه؟ باي فيلند عندي كان باي فيلند بقى اكتب جنبها تلاتة وعشرين باي فيلند يبقى الستة واربعين دي كروموزوم عملوا لي تلاتة وعشرين باي فيلند تلاتة وعشرين باي فيلند حال طيب تعالى بقى بعد كده على الباكي تين فيز اسمها ايه؟ الباكي تين فيز المرحلة التالتة اسمها باكي تين فيز يبقى احنا قولنا لبتو تين اهو احفظوا مرة بعض لبتو تين ثم زاي جو تين ثم باكي تين حال؟ دي مرحلة التالتة اسمها ايه؟ باكي تين فيز كل ما ندخل في السيل ديفيجن الكروموزوم بيحصل له ايه؟ يقصر ويدخل كل ما ندخل في السيل ديفيجن الكروموزوم يقصر ويدخل قادي الخلية وقادي النواة كل الكلام ده بيحصل على مستوى الكروموزوم فالكروموزوم يقصر ويدخل قادي كروموزوم اهو حال؟ وقادي الكروموزوم التاني ايه اللي بيحصل بقى؟ دول اسمهم مع بعض باي فيلانت لقينا بقى ده كترة ان حتة من الكروموزوم ده ها تقوم جاية مع حتة من الكروموزوم ده ها ويقوموا عاملين كروسينج على بعض جدا يعملوا ايه؟ كروسينج على بعض حاجة اسمها كروس اوفر اسمها ايه؟ كروس اوفر حتة من الكروموزوم دي الاولاني ده مع حتة من الكروموزوم دي التاني عملوا كروس اوفر حصل تبادل للجينات من هنا لهنا ومن هنا لهنا دي بتحصل فين؟ في الباكيتين فيز ليه بيحصل الكلام ده بقى؟ علشان ده اسمه ميوتك ديفيجن وبيحصل في الجيرمي سيلز في الخلايا الجنسية الميل مع الفيميل فبالتالي لما ييجي يحصل الميوزس وتيجي تنقسم الخلايا لازم الصفات تتغير مش كل الابناء لازم يبقوا زي الاباء بالضبط فلازم يحصل تبادل في الكروموزومات فالتبادل بتاع المعلومات الجينية اللي موجودة هنا وموجودة هنا ده اسمه ايه؟ ولكروموزوم يقصر ويدخن كلمة يقصر ويدخن يعني اسمها كوندنسيشن اسمها ايه ده كترة؟ كوندنسيشن يبقى بيحصل حاجة اسمها كروسينج أوفر كروسينج أوفر حالب؟ ومين برضه اللي مسك ما بينهم؟ اللي هو السينابتونيمال كومبليكس اللي اسمه ايه؟ سينابتونيمال كومبليكس ولكن حصل كروس اوفر لحتة من الجينة ده ده ولكروماتيد ده ما هو السنج Lee اللي واحده ده الفلدة الوحدة اسمها كروماتيد اسمها كاترة؟ كروماتيد زي حطوا ريجل على ريجل ما بينه Ruben بس فلدة من الكروموزوم ده مع فلدة من الكروموزوم الثاني جميل؟ يبقى دي اسمها باكيتين فيز يبقى الباكيتين فيز ان الكروموزوم يقصر ويدخن كلمة كلمة كوندنسيشن يعني يقصر ويدخن become sicker and short sicker and short حلو وبيحصل حاجة مهمة جدا جدا اسمها كروسينج اوفر يعني ايه كروسينج اوفر ان الكروماتيد فردة من الدي كروموزوم ده فردة من هنا مع فردة من هنا حصل ما بينهم كروس اوفر عشان يحصل اكسيتشينج للجينيتك متاريال عشان يحصل تبادل للمادة الوراصية اللي موجودة هنا مع اللي موجودة هنا ده اسمه باكيتين فيز باكيتين فيز حلو ده كده المرحلة رقم كام المرحلة رقم ثلاثة اخر مرحلة بقى او المرحلة اللي قبل الاخيرة اللي هيحصل فيها تغير هي الديبلوتين فيز يبقى احنا قلنا ليبتوتين فيز ثم زيبوتين فيز ثم باكيتين فيز المرحلة الرابعة ديبلوتين فيز ويعني ايه ديبلوتين خلاص هيبدأوا ينفصلوا يعني انا عندي النواق اهو وقادي الكروموزوم اهو والكروموزوم صاحبه اهو وعملين كروس اوفر صح كده ومسكين مع بعض هنا بمين زي ما قلنا ساينابتونيما الكمبليكس في المرحلة اللي اسمها ديبلوتين فيز بقى دي بيبدأ الكروموزوم ينفصل عن اخو الكروموزوم بس بيفضله مسكين في الحتة دي يعني الساينابتونيما الكمبليكس ده بيبدأ ايه يتكسر ساينابتونيما الكمبليكس هنا بيبدأ يتكسر في المرحلة الرابعة اللي اسمها ديبلوتين فيز جميل ولكن الحتة اللي مسكة ما بينهم الكبر اللي مسكة ما بينهم ده بيفضل موجود الكبر ده بنسميه كايازماتة اسمه أيها ده كاترة كايازماتة يبقى في الديبلوتين فيس بيحصل بيحصل نفسه بيحصل تفرقة بيحصل انفصال ما بين الديكروزوم ده والديكروزوم ده ولكن بيفضلوا متجمعين مربوطين عند الكايازمات عند الكايازمات يبقى في مرحلة الديبلوتين فيز أنا عندي الأربعة كروموزومزة هم الأربعة كروماتيدة هم مفصولين عن بعض بس الحتتين دول مسكين مع بعض عندي حتة اسمها إيه؟ كايازمات فلما ينفصلوا عن بعض يا دكاترا بالصينابتونيما الكمبلكس يتكسر ما بينهم يبانوا كاربع فرد يبانوا كاربع تحبال جنب بعض بنسميهم تتراد بنسميهم تتراد تتراد يعني رباعين تتراد يعني رباعين يبقى الديبلوتين فيز الكروموزوم برضو مور كوندنسد يعني يقصر أكتر ويدخن أكتر ويبان كاربع تحبال جنب بعض وتخانوا قصيرين منفصلين عن بعض ولكن مرتبطين عند حتة اسمها كايازمات الكروموزوم سيباريتد مع عدل كايازمات الكايازمات اللي ربطه مابين ده ومابين ده جميل؟ يبقى أنا قلت أربع مراحل دلوقتي لبتوتين فيز لبتوتين خيوتروفايعة زي جوتين الدي كروموزوم ميسك مع الدي كروموزوم بحاجة اسمها سينابتونيما الكمبلكس ماشي؟ بعد كده الباكيتين يبدأ يقصر ويدخن ويحصل حاجة اسمها إيه؟ كروسينج أوفر بعد كده تتشال السينابتونيما الكمبلكس وينفصلوا عن بعض ويبانوا كاربع خيوت جنب بعض ولكن متمسكين عند الكايازمات آخر حاجة بقى الديا كاينيسيز دايا كاينيسيز دي اللي بيتكسر فيها النواه والنيوكليولاي وتبدأ بقى الميتوتيكس بندل تبدأ إيه؟ تبدأ تتكون تبدأ الميتوتيكس بندل تتكون ونكمل الخطوات بقى زي الميتوزيز جميل؟ الميتوتيكس بندل تتكون الكروموزومات تبقى في النص يتشد شوية يمين وشوية شمال وبعد كده الخليتين ينفصل يبقى أنا عندي الفيرست مايوتيك ديفيجن بيختلف عن أي سيل ديفيجن في مرحلة بس البرو فيز عندي كم مرحلة عندي خمس مراحل لبتوتين فيز زي جوتين فيز باكيتين فيز دبلوتين فيز وضايا كاينيسز وضايا كاينيسز حال؟ يبقى أنا عندي خمس مراحل بتوع الفيرست مايوتيك ديفيجن نقرأهم تاني بالراحة كده لبتوتين فيز إن الدي كروموزوم بيبقى خيوط رفيع زي جوتين فيز كل دي هيمسك مع الدي كل اتنين مع بعض شبه بعض كلمة اتنين مع بعض شبه بعض بنسميها هومولوجس ويكون لي حاجة اسمها باي فيلانت باي فيلانت يعني الدي مع الدي اسمهم باي فيلانت بيمسكوا مع بعض بحاجة اسمها سينابتونيما الكمبليكس سينابتونيما الكمبليكس بعد كده الباكيتين باكيتين باكيتين يعني يقصر ويدخن يحصل له وبعد كده بيحصل يحط رجل على رجل عشان يحصل بعد كده يبانه جنب بعض كأربع خيوط وينفصله عن بعض والصينابتونيما الكمبليكس يتكسر معادة عند الكايازمات والضيكاينيسيس تبدأ تتكسر النواة ويبدأ يتكون الميتوتك اسبنتل دي كده أول مرحلة في الفيرست مايوتك ديفيجن اللي اسمها إيه بروفيز تعال بقى على المرحلة التانية اللي اسمها ميتافيز يعني إيه ميتافيز يعني الكروموزومات بتاعتها تبقى مترصصة في النص مين هنا بقى اللي مترصص في النص دي كروموزوم ومسك مع خود دي كروموزوم ومسكين هنا عند الكايازمات صح كده؟ دول مع بعض اسمهم إيه؟ دول اسمهم باي فيلانت صح كده؟ باي فيلانت اللي هو الشكل اللي احنا قلناه اللي اسمه تتراد اللي هو أرباعي اللي هو دي ومسك مع دي صح كده؟ يبقى في النص في نص الخلية لما النواة كسرت اترصص في النص في الميتافيز الثلاثة وعشرين باي فيلانت اللي هو اللي ارباعي اللي جنب بعض في السيل اكويتور حالي والسيستر كروماتيد مسكين مع بعض بالسنترومير كل واحد ماسك مع أخوه بالسنترومير بتاعه جميل والنون سيستر والنون سيستر مسكين بال اهي اسمها ايه؟ كاياز ماتا اسمها ايه ده كاترة؟ كاياز ماتا يبقى أنا عندي تلاتة وعشرين باي فيلانت مترصصين في النص تلاتة وعشرين باي فيلانت مترصصين في النص حالو ده في مرحلة الايه؟ الميتافيز طب مرحلة الانافيز ايه اللي هيحصل بقى؟ في مرحلة الانافيز هتتكسر الكاياز ماتا ده هينفصلوا عن بعض التلاتة وعشرين باي فيلانت طب لما ينفصلوا عن بعض ايه اللي هيحصل؟ تلاتة وعشرين دي مع تلاتة وعشرين دي كل واحدة هتروح في ناحية يبقى هينفصل الباي فيلانت عند الكايازمات الحتة اللي كانت ربطة ما بينهم اتكسرت فتلاتة وعشرين دي هيروحوا يمين وتلاتة وعشرين دي هيروحوا شمال معنى ذلك ان حصل انا فيز في الفيرس تمايوتك تلاتة وعشرين دي كل واحدة هتروح للأوبزت ايه؟ للأوبزت سايت وبعد كده التيلوفيز الخلية هتنقسم السايتوكاينيسيز وتديك خليتين كل خلية فيها تلاتة وعشرين دي يبقى الفيرس تمايوتك ديفيجن هو انقسام الخلية الستة واربعين دي الى تلاتة وعشرين دي والى تلاتة وعشرين دي يبقى ده كده اسمه فيرس تمايوتك ديفيجن لبتوتين فيز زايجوتين باكيتين ديبلوتين داياكاينيسيز خمس خطوات مهمين جدا عارف انهم صعبين شوية وبيلخبطوا واسماءهم بتلخبط لكن عدهم كزا مرة لغاية ما تثبت معاك يبقى كده داكاترا خلصنا الفيرس تمايوتك ديفيجن الفيرس تمايوتك ديفيجن يبقى الفيرس تمايوتك ديفيجن ده اللي بيتكلم ان الخلية بتتحول من ستة واربعين ستة واربعين دي كروموزوم الى خليتين كل خلية فيها تلاتة وعشرين دي كروموزوم صح كده يبقى دا الفيرس تمايوتك ديفيجن طيب الساكن ديمايوتك ديفيجن بقى اللي بيحصل الساكن ديمايوتك ديفيجن نفس الكلام عندنا بروفيكس وعندنا ميتافيكس وانافيز وتلوفيز بروفيز ميتافيز انافيز تلوفيز عندي كم حاجة؟ عند اربع نفس الخطوات بتاعة الميوتوزس عادي والميوتوزس اللي هو الفيرس تمايوتك ديفيجن الثلاثة وعشرين دي دي بقى هندخلها في الاربع خطوات دول واحد البروفيز اهو 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 واتسنتريول ويتكون الميتوتيجس بندل صح كده؟ ثلاثة وعشرين دي هيترصصه في النص الانافيز الثلاثة وعشرين دي هينقسمه الى ثلاثة وعشرين اس وثلاثة وعشرين اس يبقى ال�انافيز كل سنتريول هيشدلي ثلاثة وعشرين اس هنا وثلاثة وعشرين اس هنا وبعد كده التيلوفيز تبدأ الخلية تنقسم كل خلية يبقى فيها 23S و23S الكلام ده عملنا في مين في 23D دول يبقى 23D دي هتطلع لخليتين كل واحدة فيها 23S وهنا نفس الكلام 23S 23S يبقى الناتج بتاع الساكند مايوتك ديفيشن اربع خلاية كل خلية فيها 23S كروموزوم يبقى الساكند مايوتك ديفيشن ده ما تذكرهش اصلا هو اربع خطوات بروفيز متافيز انا فيز تيلوفيز ال 23 دي هتنقسم الى 23S و23S جميل يبقى الساكند مايوتك ديفيشن ده نفس الميتوزوس وعمره مجيف الامتحان ليه عشان هو نفس الخطوات اللي قبل كده يبقى بروفيز تو هتتكون اللي سبندل الميتافيز تو اللي هو الساكند مايوتك ديفيشن يعني الثلاثة وعشرين دي هتبقى في السيل اكويتور الانافيز كل الدي هتنقسم الى 2S اللي هو 23S و23S واخر حاجة تيلوفيز تبدأ الخلية بقى هي نفسها تنقسم الى خليتين كل خلية فيها الهابلويد نمبر اللي هم الثلاثة وعشرين اس يبقى ده كده الساكند مايوتك ديفيشن ده كده قراءة في السريع خلاص احنا خدنا قبل كده زي الميتوزس اكتب عليه زي الميتوزس زي الميتوزس في الخطوات ايه في الخطوات بتاعته يبقى الميوزس 1 لبتوتين فيز زايجوتين باكيتين ديبلوتين داياكاينيسس خمس خطوات خمس خطوات يبقى الرزلت بتاعة الميوزس عندي اربع خلايا كل خلية فيها 23S اللي هو الهابلويد نمبر اللي هو نص عدد الكروموزومات يبقى الميوزس بيبدأ 46D الفيرست مايوتك تيتكون 23D وهنا 23D ثم 23S 23S وهنا برضو 23S 23S يبقى النتريزلت بتاعتي كام اربع خلايا كل خلية فيها 23S كروموزوم تعالى بقى ناخد جدول مقارنة كده تجميعة ما بين الميتوزس والميوزس الميتوزس في البروفيز ما بيحصلش كروسينج أوفر كروسينج أوفر دا لما كان الكروماتيد بيحط رجله على الكروماتيد عارفين لما كان بيحصل كروسينج أوفر عشان يتبدله المادة الوراثية ففي الميوزس بيحصل هذا الكلام الميتوزس هنا اللي بيترصص في النص 46D كروموزوم فين؟ في الإكويتور بيبقوا سنجل كده 46D كروموزوم مترصصين أما في الميوزس لا في الميوزس كان اسمهم ايه؟ باي فيلانت كل دي مسك مع الدين لجنبه عاملين لي حاجة اسمها باي فيلانت وهنا نقطة الاختلاف طب الانافيز عندي هنا بيحصل سبليتنج تنقسم وتدينا 2S ستة واربعين اس وستة واربعين اس طب هنا بقى لا ده الباي فيلانت بتنقسم تديني 23D و23D يبقى 2D جميل؟ طيب التيلوفيز التيلوفيز هنا كل ستة واربعين اس وستة واربعين اس اللي هم يعتبروا تلاتة وعشرين بير يعني ستة واربعين اس وستة واربعين اس كل واحدة اسمها ديبلويد نمبر كل واحدة تروح على خلية وتنفصل عن الخلية التانية اما هنا لا ده هنا 23D و23D 23D و23D بنسميهم هنا هابلويد هابلويد للبي فيلانت خد بالك كلمة هابلويد هنا يعني نص هنا كصفة يعني نص البي فيلانت 23D مين و23D شمال ده خدوا بالكوا هنا ده الفيرست مايوزس يعني هنا بيقارن الفيرست مايوزس بالميتوزس يبقى الفيرست مايوزس كان الخلية الستة واربعين دي بتنقسم لتلاتة وعشرين دي وتلاتة وعشرين دي اللي هو نص البي فيلانت اللي هم تديه مسكة مع الدي فاسمناهم بقوا تلاتة وعشرين دي وتلاتة وعشرين دي يبقى انا عندي ميتوزس وعندي ميوزس مفيش كروسنج اوفر هنا في게 كروسنج اوفر هنا ستة واربعين دي كروموزوم بترصاصه بالنص هنا باي فيلانت ستة واربعين اس يمين وشمال هنا تلاتة وعشرين دي يمين وشمال هنا الخلية بتنقسم وهنا الخلية بتنقسم هنا تنقسم تديني 46S و46S هنا تنقسم تديني 23D و23D يبقى ده كده جدوى المقارنة ما بين الميتوزس والميوزس مجمع كل اللي احنا اخذناه كده خلصنا نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته